يعني تذكرتني في الكتاب حتى بيوصف الخطية دين في متى 18 لما يتكلم عن العبيدة الثنين عبد كان مديون بعشر تلاف وزني مبلغ طبعا استحال انه يسددوا أو في لوقة سبعة لما المسيح يتكلم مع سمعان دخلت المرأة الخاطئة يتكلم عن مثل خمسمية دينار وخمسين دينار وسامحهم فيعني احساس فعلا بالراحة والسلام وهيك انه تنفس الصعضاء لانه الدين اهم وخطيئ طبعا وعش كده احد التشبيهات تشبيه حسابات بنكية لكل شخص مزنب قدام الله انا محموم لاني انا مديون لله ومش جدر سدد وده اللي عمله بقول اسمع اونسيموس في رسالة فيليمون ان كان قد ظلمك بشيء اولك عليه دين احسب ذلك علي فاش كده يعني الله يبررني يعني اخذ ممكن نشوفها على السلايد اخذ ان عملت خطايا وما عملتش بر في خطايا ارتكبتها فاصبح عندي ديون ولم يكن عندي بر في السلايد الورا كده فما عنديش بر الله يعمل ايه يأخذ الخطايا من حسابي ويضيف برا الى حسابي يعني زي التشبيه اللي انا قلته لحضرتك رحت اخ سددت العشر تلاف دولار اللي كانوا علي يبا انت كده سددت ديوني كأني مين اللي اخطأ كأني مين اللي اخذ مصاري من البنك انت مش سامح فانت سددت ديوني بدلا عني ده نصف التبرير طوبة للرجل الذي لا يحسب لها الرب خطايا لكن في القسم التاني انا ما عملتش بر انا ما عنديش رصيد من البر جدام الله لاني ما عملتش صح ولا حاجة واحدة وده اللي يقوله بوليس في رمية ثلاثة لا يصبر ولا واحد ولا واحد مفيش حد عمل حاجة صح بحسب المعايير اللي هي يا جسيس لان احنا بنعمل بر كتير بحسب معاييرنا المعايير الانسانية فاذا السؤال ليه او لماذا احتاج الى التبرير لان كل شيء صح انا عملته في نظري هو مش صح قدام الله ده في نظري انا كانسان بنسمي البر الذاتي يعني انا رحت بنيت كنيسة وروحت بتفخر ان انا بنيت كنيسة او رحت انفقت على فجرة وبتفخر ان انا انفقت على فجرة انا في الاخر حولت هذا الامر لمجد ذاتي لغرض ذاتي عندي مش لقمجد الله ودي الاية اللي كنا بنجراها جبل الحلقة اذا الجميع اخطأوا وعوزه مجد الله اي لم يصلوا الى الهدف هو تحقيق مجد الله في الواقع كل رجل صالح في العالم بيعمل بر ذاتي هو بيعمل كده لاجل مجده الشخصي لاجل ذاته عشان كده انا ارتكبت خطايا وما عنديش بر يعني الله يبررني اكس اتشينج تبديل اخذ حسابات الخطايا من حسابي فاصبح رصيدي من الخطايا صفر وقدامه بحسب التجميل البنكي واضاف برا الى حسابي خلينا نقول انا داخل البنك ما ديون عندي خطايا وما عنديش بر انا خارج من البنك بار عندي بر وما عنديش خطايا فبالتالي لو جبلت مدير البنك انا مش خايف منه ما عليش ديون لو جبلت القاضي في المحكمة انا مش خايف منه انا بار مفيش ولا قضية مسجلة في حسابي فارتاح داخلية مشان هيك كده اقول بطوب الانسان طوبى لرجل لا يحسب له الرب خطيئة موسيقى